ويعني العاوز كمان أقوله في الختام يعني معانا بضع دقائق أنه المسيح اتعامل وتكلم كابن الإنسان وكونه يقول عن نفسه دايما ابن الإنسان ابن الإنسان يعني تخيل أنك إنت تقولي أنا إنسان أنا إنسان أنا عارف أنك أنت إنسان ولكن طالما أنه المسيح مش من هذا العالم كما يقول كتاب جاء من فوق فإذا لما بيتكلم عن نفسه ابن الإنسان فهو بيتكلم عن طبيعة فعلا يعني هو كان في السماء نزل على الأرض أخذ جسد ومع أنه بيحكي لنقديمس هو في السماء لكن اللي بيتعامل فينا مش الإله مع أنه هو يعني الطبيعتين الإلهي والإنسان لكن بيتعامل معنا كالإنسان حتى نعرف نتواصل ونتجاوب معاه صحيح فهو أنا يعني لما تأملت بهذا الموضوع شعرت أنه المسيح كان بكل لحظة لأنه في ناس بيقولوا طيب وليش المسيح ما قال أنا الله وخلصنا بكل لحظة لما يقول عن نفسه أنا ابن الإنسان وقاتي على السحاب أنا ابن الإنسان قاتي على السحاب كان عم بيقله من هو ومثل ما عم نقول فهم رئيس الكهني هذا الموضوع وفهم بالظبط شو عم بيقول وقال له أنت أنت جدفت خلص بكفة يلي قلته لأنه رفع نفسه لأعلى مرتبة وللنبوة فيه دانيال الوحيد اللي بتكلم عن ابن الإنسان الملك الإله القاتي على السحاب لأنه الله هو الذي يركب على السحاب فكان المسيح بكل لحظة عم بيقول له من هو بعدين قال له مثل ما قلنا بالحلقة الماضية عن ابن الله أكثر من 174 مرة في الأنجيل ذكر عن الله الآب 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 آخر قال له فيليبوس أرنا الآب وكفانا قلنا الآب فرجع قال له صار لي مدي هلأدي طويلة معكم ولم تعرفنيه مش لم تعرفه انتبعت ان وضوح الكلام انه ولم تعرفنيه هو عم يسألو مش عنه عم يسألو عن الآب يا فيليبوس من رآني فقد رآل الآب طب ليه مقال عن نفسه مقاله بس صدقوه كل مرة قرب من الموضوع يقلن انه الله مرة بد ان يدفعوه عن الجرف مرة يحملوا حجار لا يرجموه لا يقتلوه وبالآخر صلبوا رب المجد